وتيجي انت المدير الفني كان الموضوع شوية كان الدكتور حسن رئيس انا انت جاي عليهم رئيس هو مش رئيس هو كان كلام الدكتور حسن ان انا جايب لكو عماد ان انا حاسبت على الاهلي وانا عايز اقول له يعني دكتور الله رحمة دكتور من راح عشان ده ايه ده احنا لسه احنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم ده انا لسه اسمي مكتوب في التدريب ده لو كتب بلالم رصاص ولا امه يتمسح لا امه يكمل فجيت بفضل ربنا كلنا اجتهدنا كجهاز فني درنا ان احنا نعمل فرقة كويسة كل سنة فرقة اسوانا دكتور كاد بتوصل لدورة التدريب وما حصلش نصيب للصعود في فرق بين التدريب في الدورة الدرجة الاولى والدورة الممتاز الموضوع المختلف تماما خالص ومجموعة الصعيد لها شكل ومجموعة بحر لها شكل مجموعة قاهرة لها شكل تاني خالص انت حاسب بقى انك في الدرجة الاولى الممتاز ده حاجة تانية بقى هو بس عندك انت الخلفية عشان انت لعبت هنا وانت طلع من البيئة دي فانت انت ريب من الحياة المحيطة اللي حواليك عارف اولا تفكير اللعيب في الصعيد عامل ازاي لو جالك لعيب من بحري بحكم انت خلاصة بان هنا بقى انت طلع من الاول السلم كونا فرقة كويسة دعم كان كويس جدا وهنا يمكن كل الشكر والتأدير طبعا لمجلس الادارة في الوقت ده الله رحمه الدكتور حسن عبادر والمهندس صلاح صمور رئيس النادي وناب رئيس النادي واعضا ميلس الادارة وبرضو الشكر هنا برضو الدعم كان موجود من سيادة المحافظ مصطفى بيوسر محافظ اسوان في الوقت ده اللي انا كنت موجود فيه في اسوان في 2014-2015 الدعم ده من مجلس ادارة ومن القادة السياسية في المحافظة وجمهور اسوان الكبير ادى دفع قويه في الماتشاط والحماس اللي كنا بنشتغل بيه والمحطات بقى يعني ما بين المكسب اكيد بيتبقى مبسوط وفرحان وانت بتكتسب خبرات ولو حصل اي تعصرات انت لازم تتعلم منها وحصل اخر اربع خمس مباريات كنت حابب ان انا خسرت مباركا بالنسبة لي ده سادة المحافظة طبعا مصطفى بيوسر وده رئيس النادي الله يرحمه الدكتور حسن والدكتور حسن توفاه الله تاني يوم وفاة والدي سبحان الله يعني الله يرحمه يحسن لي طب انت اطلق عليك في الفترة دي في التدريب لما عملت نتائج روعة مع فريق اصوار اطلق عليك انك تلميز مانول جزي ايه اللي انت تعلمته من مانول جزي وطبقته في التدريب يعني هولي هو بطبيعة الحال يعني شخصيته يعني بحاول ان انت تاخد جزء بس بيه ده ايه جزء مش شرط ان انت تعرف تاخد كل الشخصية لان انت برضو كلعيب عندك شخصيتك ودماغك او تفكيرك لكن بتاخد جزء من الشخصية جزء من التفكير جزء من القرارات جزء كبير بقى من الفلسفة وازاي كنت بتشوف ادارة المباريات امتى بيحتاج فلان امتى بيلعب فلان امتى فلان يقعد دي بتحتاج خبرات كمان جدا وامتى لما يقعد لعيب مهم بالنسبة لك ازاي تتكلم مع حياتك ازاي تستقطبه ودي بقى بترجع بقى في حاجات يعني هي بقى شخصيتك انت بقى اللي هي يعني انت انت خدت فيها صورة بس انت بتكملها بشخصيتك انت يعني فترة نجاح اسوان او اي فترة كان فيها نجاح ازاي مولتا حضرتك قبل كده اللي هو اقتناع اللعيبة بيك وبالافكار اللي موجودة عندك وازاي يقدر يطبقها في الملعب طيب انت بعد ما خلصت اسوان تاني سنة اللي هو بدأ الفرقة حققت من تسع مباريات لا اه خمس نقاط رحت المقولين العرب دي كانت المتحطة اللي بعد كده لا وبعد كده حضرتك اختصرت كتير كده لا اه اللي قولي طيب قولي انا شرية سبت اسوان بعد او رحت الشرية شرية كما حطة كانت درجة أولا ولا درجة تانية لا ممتاز بارت انا شريتش درجة أولا غير اسوان طيب حل الحمد لله الشرية الشرية دور الممتاز اه الرجاء مرسى مطروح ايوة كانت اللي قامة في اسكندرية دور الممتاز المولي العرب لا تانطة في اخد دوري المولي العرب في تانطة اه تانطة وعدين المولي العرب واخر حاجة كانت الاتحاد طلع الجيش الاتحاد طلع الجيش طلع الجيش انت شايف اقرب فرقة في نظام التعاج بتاعها وكذلك كله اللقرائب من النادل الأهلي كم مين؟ ده فيه يعني كوكتيل يعني فيه حاجات يعني تشوفها كمثلاً سياسة نادي فيه بنية تحتية فيه تفكير وأفكار مثلاً زي النادل الأهلي يعني أنا بشوف مثلاً السياس فاز عريب في طنطة تفكير الله الرحمه كانت صلاح سريب في قراراته في وقاره في هبته في كلامه مع الجهاز الفاني كلامه مع اللعيبة ده مثلا في طنطة نادي المولين البنية التحتية كل حاجة متوفرة ملاعب إقامة نربت تتحاد سكندرية تتحاد سكنداري حاج محمد مصلحي زائد نادي جماهيري يمكن أنا انا محظوظ ان أنا لاتحاد نادي جماهيري مع وجود جمهور لكن أنا مسأل شريقية مع وجود جمهور بس كانوا ليل طنطة مع وجود جمهور بس برضو كانوا ليل شريقية طنطة مع وجود عربي رجاء برضو انت مارسة مطروح لكن انت بترحش تلعب في مارسة مطروح انت بتلعب في اسكندرية نادي جماهيري كان بالنسبة لي اول نادي في شركات نادي مولي العرب ونادي مولي العرب النادي الكبير نادي العريق طبعا الموانس محسن صلاح والموانس محمد عادل الاتنين في الكورة وتفكيرهم في الكورة وفي الرياضة بشكل عام لا طبعا نالين للنادي نالة محترمة جدا من خلال سواء ولاد النادي اللي مرانه في النادي او لما بيستعين بحد من بره النادي عماد النحاس كان موجود في فترة النهاردة كابتن شاوي غريب ربنا ان شاء الله يوفاه في الفترة الجامعة برضو موجود لكن ولاد النادي عودة كان موجود كابتن محمد ردواني كابتن علاء نبيل النادي وعنده ولاده لما بيستعين بحد من بره بلا حد فيهم اه طبعا لانت كمان داخل وانت عايز تعمل افضل شيء في النادي دي صورة بتجمعني مع ده لبس تمرين ودي قدام المبنى الاداري هننزل بعد كده على الملعب ده وحضور المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل كدعم لنا في البداية اول ما جيت النادي طيب اخر تجربة ليه كانت مع طلاق الجيش طلاق الجيش انت وصلت معهم لإيه وإيه اللي انت كنت عاوست حقا ومحققتهش معهم اننا طبعا اننا ان الفترة تبقى اطول من كده سواء كانت طلاق الجيش او نادي الاتحاد فترة كالصغارة بندرش تعمل فيها اه يعني انا دايما مش يعني انا مش هقول دايما هي انت مش محظوظ ان انت تروح ومفيش فترة انتالات بتروح على لعيبة يعني ممكن تساعدك وتعمل افكارك وتوصلك لحية كويسة وممكن اللعيبة في نفس الوقت ما تقدرش ان انت تطلع افضل حاجة عند كل اللعيبة او اخدهم فترة زمنية خلاص بقى جالهم مش عاوز اقول انكسار جالهم زي ايه يعني جالهم ان هم بيخسروا على طول بتاعه زي كده وبيش هادرين يكملوا معا فيه كل نازم اقول لحرارك كابتن ليه طبيعته الخاصة المؤسسة العسكرية هي طبيعة خاصة طبعا السرامة والقوة والحزم ده موجود في النادي لما بيكون معاك لعيبة ومتوفر الكلام ده وزي ما كنت حرارك بتشبه ايه اللي رايب من النادي الاهلي الكلام ده هو اللي موجود في النادي الاهلي منظومة لكن منظومة عسكرية لها تباع خاصة وليها الاساليب الخاصة اللي ازاي تعرف تدير بها الكورة وانا كنت محظوظ ان انا اشتغل في نادي طرع الجيش وعشان كده كنت تقول لحرارك كان نفسي الفترة تطول لكن النتائج هي دايما اللي بتحدد المدرب اكيد مين يقعد النتائج والسوشيال ميديا وده طبعا ده الجديد اللي في الكورة لان انت تبقى مضغوط والناس تحطك دايما تحت ضغط ان الفرة كنا عايزين نقعد في الدورة الحمد لله الفرة بفضل ربنا عدد في الدورة والنهاردة معاها جهاز فن محترم طبعا الكابتن عبد حميد باسيوني بتمناله طبعا التوفيه ان شاء الله في الفترة اللي جاي طيب احنا معنا تأرير وده اخر تأرير مع كابتن امير عبد الحميد حارس مر بنادل آلي ولما عرف ان انت موجود معنا قال لي لا ده انا عاوز اعبعد كلام لكابتن عماد النحاس وانت هترضى عليه النحاس من الناس انا بحبها جدا جدا من الناس اللي غريبة من قلبي واللي شرف لي ان انا ألعب مع كابتن عماد النحاس ويكون بيلعب قدامي وانا وراه فهذه حاجة كانت قيمة بالنسبة لي كبيرة جدا في الجيل الدهبي بتاع النادي الأهلي وطبعا هو مدرب كبير جدا واتمناله يا رب ان شاء الله يعني التوفيق في مجاله في الرياضة وكان مدير فن كبير اسم أسماء المدربين الكبار وان شاء الله ربنا يوفاه في حياته الشخصية ومن الناس المحترمة جدا جدا ومن الناس اللي انا كان شرف لي وانا ألعب معهم في النادي الأهلي وحتى وحنا مع المتخب مصر فما قد احمد النحاس هو عارف وعرف كايسا أنا بحبه قد يهيه وفي نفس الوقت كان شرف لي وكان بديني الأمان في الملعب وقبتن عماد نحاس فيه مجبيرة جدا فأتمنى انك التوفيق يا قبتن عماد ان شاء الله في حياتك المهنية وحياتك الشخصية بس دا هاتور الامير امير حبيبي طبعا أمير يا أحميد جي في وقت كان صعب جدا أن أنت تبقى موجود وتلعب في وقت صعب وجي في وقت أن أنا كنت مصاب كمان كان نفسي أن أنا في الفترات دي كانت ممكن تسبت رجليه أكتر في النادي الأهلي ويأخذ الفرصة الأكبر أن يكون رقم واحد في النادي لكن أمير أنا طبعا عن مصابي الشخص أنا بحبه جدا وإحنا أصحابه وأصدقاء من زمان وعلى تواصل دايما الحمد لله بتمنى للتوفيق طبعا في مسارة التدريبية حاليا كان مدرب حرس مرمى أمير من الناس الأخلاقات العالية جدا اللي بشوف انه من الناس اللي شوية اتظلمت شوية في الكرة لكن كان موجود في الجيل الدهب ازا ماقوله في النادي الأهلي وكان من الناس في قط اللبس ما تحسش بيه وعلى طول دعم للرجل اللي بيلعبه دي حياة من المميزات اللي كانت انا بحبها جدا في أمير وعشان كده انا بقول من كل قلبي كده ان انا كان نفسي في الفترة اللي انا مصاب ان انا كن موجود يمكن دي كان الهالي كابتن ناجي هترجع لنا امتى بقى احنا محتاجين اكتبه موجود كان بعد الفترة اللي مش فيها الحضري ان كان أمير هيبه هو المتواجد وكان محتاج في الوقت ده فعلا مساندة بشكره طبعا على الكلام الجميل اللي قاله طبعا وبتمنى له ان شاء الله التوفيه وان شاء الله نتابع على خير يا امير وانت عارف ان انا بحبك اديه علاقة بيك عاملة ازاي طيب تحيات يا امير عندي اسئلة بقى سريعة كده سريعة عاوز رد سريع انت خدت فرصتك في تدريب ولا لسه عندك كتير قوي لا لسه عندك كتير لسه عندك كتير بعض الفترات الناس رشحتك انك تمسك النادي الاهلي هل الكلام ده حصل اه طبعا سوشيال ميديا كل يوم لا في حد يكلمك 2018 كان كابتن عم عز عب شافي وعسام سراج وكان برضو هارجع تاني اللي هو منصب مدير الكورة لكن برضو ما حصلش نصيبه طيب رأيك ومستوي الدوري العام لمصر السنة دي ايه السنة ده اتوقع انه يكون اقوى من السنة اللي فات هل في فرق من بداية الدوري كده مطالعة كده في فرق عجبتك لسه ما يبانش الوقت لا لسه مش يبان دلوقت لان في فرق كل الفرق ده عمت بشكل كبير ودخلت لعيبة كتير في حتة الانسجام فكل المدرب النهاردة او مدربين كتير معظورين يعني الناس دخل عشر لعيبة في فرقة تكونت كاملة زي الدخلية بيكون فرقة من جديد رغم انه قعد من السنة اللي فاتت اداءة كويس اول مباراة نفس الكلام للجونة كابتن علي عبد العال الفرقة صعدت فبيغار يعمل فرقة من جديد نفس الكلام للبلدية احمد رؤوف برضو اداءة مبارح ويفوز مهم جدا وكبير على نادي المولين في مرعب المولين لا لسه الدورة لسه بدري لسه بدري ايه رأيك في مستوى المدرب المصري هل محتاج ان يطور نفسه اكتر واكتر ولا انت شايف لا انا مع التطوير مع التطوير طيب هل ما زال ينقصنا كتير اول المدربين عشان يوصلوا للمرحلة اللي هو بقى مش هالك بس ازاي جاريديولة والناس دي ممكن يوصل لعاوز حاجة بيسعى اليها مضبوط لو اشتغلنا على التطوير زي ما حضرتك بتتكلم كده وارد طبعا على اللي هنقدر تلاقي يعني زي زمان المدربين المصريين كتير برا دلوقتي لما نعد عدد المدربين اللي برا لا مش كتير انت شاف وجود المدرب الاجنابي في مصر مفيد ولا غير مفيد اللي بيعمل اضافة اكيد مفيد مفيد يعني اللي بيعمل اضافة للمدرب واللعيبة اكيد مفيد طبعا انت شاف من وجهة نظرك اعظم مدرب جي الفترة الزمنية اللي فاتت ديت او من ايام جي لك انت بشقول انها مش عايزين نزل من الناس اللي جات قبلي كده مين هو طبعا هنها بقى منحاز طبعا اكيد لمستر مانو الجيزي طبعا منحازة اه طبعا لان الفترة دي لسه بدل ما تعملش زيها يبهي دي افضل فترة طيب انت شاف قلة المواهب قلت ليه مع ان الدنيا بتتطور والكنات بتحدس والملاعب اكتر والحياة الحديثة اكتر والادوات كمان والاجهزة اكتر يمكن عشان كل الناس راح اتجاه الكرة بس بس مفيش حد راح في اتجاهات تانية فالاختيارات والعين والنظرة المعروض كتير فانت مش عارف تشوف ايه الافضل و ايه الاحسن فانت مش عارف تشوف ايه بها للحال راح اتجاه تا به